بعد سنوات على المعارك بين الثوار وقوات النظام في سوريا من المقرر أن يبدأ في منتصف ليل يوم السبت المقبل تطبيق الاتفاق الأمريكي الروسي حول وقف إطلاق النار والعمليات العدائية في البلاد الاتفاق الذي أعلن الأسد رفضه إن لم يتضمن وقف الدعم اللوجستي لمقاتلي ثوار قبل به الأسد بعد صدوره على الرغم من عدم تلبية الاتفاق لشرط الأسد ونص الاتفاق على استثناء تنظيم الدولة وجبهة النصرة وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كما سمح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات لمحتاجها في سوريا الاتفاق الأمريكي الروسي لاقى ترحيبا من قبل العديد من الدول فيما كان رأي الشارع الحلبي مشككا بإمكانية تطبيق وقف إطلاق النار وذلك في استطلاع للرأي أجرهم مراسلها أمس تتمرات نقضوا لأحد وأنا برأيي الهدنة فاشلة من الأخير نظام يوم يومه ما فيهدنة لو وعدك بخلف يعني يومين إذا طولت يومين نيحة يومين ما بطول هدنة النظام لأنه نظام كذاب بالأساس نعرفه كذاب مع هاي الهدنة مشان نخفف من هذر الدماء بالبلد وهذر دماء الشعب والطرفين الشعب أهلنا وضد الهدنة لناخد حقوقنا نحن الشعب بأكمله لأنه هي الهدنة عبارة عن مؤامرة ضد الشعب وفي مقابل مخاوف السوريين وتشكيكهم من إمكانية نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لوح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بخطة أمريكية بديلة في سوريا في حال فشل الاتفاق أو إن لم يتخذ الأسد قرارات حقيقية فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية محذرا من تقسيم سوريا في حال استغرق القتال وقتا أطول وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يجب الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم حول ما ستكون عليه سوريا لكن إذا انتظرنا أكثر ربما سيكون قد تأخر الوقت للمحافظة على وحدة سوريا